ازايكم مش عارفة ابتدي الموضوع منين بس انا جاتني فكرة ان انا اعمل مجموعة فيديوهات عن فن الاتيكيت لحياتنا المعصرة الاتيكيت لما بنسمع هذه الكلمة ردود افعالنا والافكار اللي بتيجي في دماغنا ممكن تبقى مختلفة ومتبينة في ناس بتفتكر ان ده ازاي ناكل بشوكة والسكينة وده شيء يصلح لنوعية معينة من الناس في ناس تفتكر ان اللي بيمارس الاتيكيت او بيعرف الاتيكيت ده انسان منشي بيتحرك بطريقة معينة ماسك كده وعنده ازمة في ناس مش عارفة تاريخ الاتيكيت في ناس فاكرة ان هو جاي من فرنسا انا قررت ان انا اوضح بعض الحاجات اللي بنفهمها غلط حوالين الاتيكيت الاتيكيت هو فن التعامل الراقي وهو فن وعلم مش قواعد محطوطة بدون سبب كل قاعدة ليها سبب وده على فكرة مش علم جديد مش علم حديث اتعامل في 1700 1700 1700 ولا 1600 وما تعملش فرنسا الموضوع ابعد من كده بكتير من اول ما ابتدت الخليقة يبقى فيها مجتمعات يبقى فيها مجتمع يعني مجموعة من البشر لازم تتعامل مع بعض وتتكيف مع بعض بقى فيه بروتوكولات للتعامل زي مثلا السلام السلام ده جاي من ايه ان احنا نسلم على حد بالايد عشان يوري له ان ده مفيهاش سلاح فانا مش ههاجم عليك انا مديد لك ايدي اهي فضية مفيهاش سلاح حاجة بسيطة العلاقات اللي بينظمها البرايباسي اعمل ايه قدام مين والكلام ده كله وبعد كده ابتدينا نتطور اكثر ابتدى يبقى فيه حضارات انتوا عارفين ان اقدم مخطوطة للاتيكايت جاية من عند قدماء المصريين هم اللي عملوا نظام للتعامل كل حضارة كان فيها هذا النظام للتعامل بعضه مكتوب وبعضه معروف بنسميه العرف يعني ما تعارف الناس عليه بس مش شرط انه مكتوب لكن فيه بعض الملوك عملوا قوانين وعملوا اصول وعملوا مين يتعامل مع مين ويتعامل ازاي وده يخاطب ده ازاي وكل الكلام ده فالاتيكايت هو فن التعامل الراقي وكل الديانات حثت على هذا التعامل الراقي نلاقي في اليهودية نلاقي في المسيحية نلاقي عندنا في الاسلام هل الاسلام ما فيهوش ايتيكايت فيه ايتيكايت فيه بعض القواعد اللي جت لنا من القرآن ومن السنة اللي بتعرف حاجات معينة يعني مثلا من ضمن الحاجات النبي عليه الصلاة والسلام نصح الزوج المسافر إنه ما يدخلش فجأة على مراته وإنه يبعت لها مرسال إنه هيجي في الوقت الفلاني كأنه استئزام ده تأدب لإنه مش عايز يحطها في موقف محرج مش عايز يخليها زهرة قدامه منكوشة ولا مش وغد بالها من نفسها ولا شكلها وحش وتتأذم نفسيا ويتأذم هو كمان نفسيا ده إتيكيت الإتيكيت مش الأكل والشرب بس الإتيكيت مجموعة كبيرة جدا جدا من الأساليب من القواعد اللي لو تعلمناها حنبقى مؤدبين حنبقى محترمين حنبقى كويسين وهو ده اللي أنا هحاول أعمله في هذه السلسلة من الفيديوهات أنا مش خبيرة في الإتيكيت اللي حصل إن أنا بعد ما تخرجت من الجامعة اشتغلت شوية في المصانع كان ليا شخصية أجراسف شوية بتكلم بطريقة معينة من حكم احتكاكي بنوعية معينة من البشر ابتديت أفقد حاجات معينة وبعدين رحت شركة تانية فكانت زميلة من زميلاتي في الشركة دي عندها قريبتها بتدي دروس في الإتيكيت للناس الدبلوماسيين وزوجتهم فعجبتني الفكرة قوي قلت لها أنا كمان عايزة أاخد أنا قامش ديبلوماسية ولا اشتغلت في السلك الدبلوماسي بس لا بالعكس نفسي إن أنا أاخد حاجة زي كده فاخدتني عند قريبتها دي وبصراحة كانت تكاليف الدروس كانت غالية قوي علي وأنا لسه كنت متخرجة يعني نتكلم على واحدة عندها تلاتة وعشرين سنة فكلمتها بصراحة قلت لها بصي أنا الفلوس اللي معايا كذا وشكلها يعني انبسطت ضد أنا لسه بنت كتكودة متخرجة وعايزة أتعلم الكلام ده يعني الفلوس اللي كانت معايا كانت تغطي تقريبا حوالي تلات ساعات فقالتلي خلاص أنا هتديكي التلات ساعات هعلمك إزاي تمشي هعلمك إزاي تكلي ده مهمة قوي 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 إزاي تكلي بشوكة واستيكينة فهم دول التلات ساعات اللي أنا خدتهم عدت السنين واشتغلت في مجال الاستشارات الإدارية والشركة اللي أنا فيها كانت عاملة ووركشوب يوم كامل على إتيكيت البزنس إتيكيت فن التعامل في البزنس وبصراحة كان الدكتور اللي جاي بيدرس لنا الوركشوب دي إنسان رائع كلمنا على حاجات كتير واختلاف الثقافات من بلد لبلد وإن إحنا لو بنعمل انترناشنال بزنس إزاي ندور على معلومات نعرف بيها عن البلد دي وإيه أصول التعامل فيها والكلام والتخاطب وكل الحاجات دي بصراحة يعني كانت ووركشوب رائع وهو ده بقى اللي زرع في دماغي الهوس بالإتيكيت والهوس بالبيزنس إتيكيت كمان لدرجة إن أنا ديت ووركشوب فيها وكنت بعلم الأجانب على البزنس إتيكيت في البلاد العربية خاصة اللي هي دول الخليج فإديت ووركشوب للناس الأجانب اللي هم رايحين يشتغلوا في الخليج بعض المصطلحات بعض الكلام بعض العداد بتاعتنا عداد الأكل عداد الهدايا اتهادي ممكن يكون ده شيء مقبول في كولتشر معينة زي مثلا في الصين وكوريا واليابان لكنه حاجة وحشة جدا جدا في دول تانية الأكل الشرب إزاي تمسك حتى البيزنس كارد لما حد يدي لك البيزنس كارد في الغرب هياخد البيزنس كارد ويحطه في جيبه وممكن تشوفه قدامك بيرميه في الباسكت بتاعت الزبالة قبل ما يمشي من المكان لكن في اليابان لازم تاخده يعني وتمسكه كده كأنك بتمسك جولوري كأنك بتمسك الجوهرة الأدب والإنحناء ومين يقعد جنب مين والكلام ده كله فدي كلها حاجات أنا درستها في حاجات أنا طبقتها وفي حاجات أنا ما طبقتها فالفكرة اللي جات لي إن إحنا نتعلم مع بعض فن الإتيكيت وفن التعامل الراقي بشكل يتناسب مع حياتنا العصرية حياتنا دلوقتي اللي مليانة صخب ومرواح ومجي وصفر وولاد رايحين التدريب للدرس الخصوصي لكذا لكذا هي دي فكرة الحلقات اللي جاية اكتبولي اسألوني ابعتولي على مواقف معينة خاصة المواقف اللي حسيتوا فيها بالإحراج لما بنحس بالإحراج في موقف ما بيبقى ده دلالة على إن إحنا محتاجين نتعلم إزاي نتصرف في هذا الموقف والمواقف المشابه فدي بتبقى فرصة حلوة قوي إن إحنا نعرف ونقيم إيه الحاجات اللي إحنا محتاجين نتعلمها وإيه التعديل اللي إحنا محتاجين نعمله في سلوكياتنا الحلقات إن شاء الله هتبتدي من شهر إبريل من دلوقتي لغاية شهر إبريل ابعتولي كل الأسئلة بتاعتكم ابعتولي احكولي على المواقف المحرجة اللي أصدفتكم مش لازم تكتبوها في التعليقات أنتوا ممكن تتواصلوا معي عن طريق الصفحة بتاعتي على الفيسبوك هحطها برضو تاني إن شاء الله لو منسدشي في الـ description box ده بتبقى اللي هي تحت الفيديو الكتابة اللي موجودة تحت الفيديو فيها هحط لينك رابط للصفحة على الفيسبوك تقدروا تبعتولي messages خاصة محدش يقراها لأن في ناس أحيانا بتحرج إن هي تحط كلام في التعليقات أو مشاكل أو حاجة معينة الفيسبوك هيدينا الفرصة إن إحنا نتعامل مع بعض في سرية من غير ما حد يحرج من إن هو يقول حاجة وأنا هاخد المشاكل دي وهعمل عليها فيديوهات وهتبقى هي أفكار الفيديوهات أنا عندي أفكار كتير قوي وعندي حاجات كتير قوي اتعلمتها وحاجات كتير قوي طبقتها وحاجات كتير ومواقف كتيرة دخلت فيها وأنا نفسي كنت محرجة جدا فابتدي تعلم نفسي إزاي تصرفي هذه المواقف أرجو إن الحلقات دي تبقى جويسة ويبقى ليها صادة حلو لسه ما فكرتش على أنهي يوم في الأسبوع اللي هحطه يوم الاثنين أنا بحط الحياة مع حنانوادي يوم الأربع بحط تعلمتني جدتي يوم الجمعة بحط تحدي الأسبوع وكل يوم فيه اللي هي الفيديوهات كل يوم بداية جديدة مش عارفة لسه أختار إيه أنهي يوم فكروا كده من الأيام اللي متبقية في الأسبوع أنهي يوم تحبوا إنه يكون يوم الإتيكيت نسميه يوم الإتيكيت ونتعلم مع بعض إزاي نتصرف تصرفات رقية ونتعامل مع اللي حوالينا تعاملات رقية وسلوكياتنا تبقى سلوكيات أدب وأخلاق وناس ولاد ناس أشوفكم في أول حلقة من حلقات فن الإتيكيت لحياتنا المعاصرة مع حلقنا أويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر